بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم صفحة 116 بالإضافة إلى صفحة 117 عزيز الطالب باختصار شديد هذه الصفحة تتحدث لي عن قطعة ليبيا والسودان وهذه الصفحة تتحدث لي عن إنشاءك إنشاء الوحدة السابعة إن شاء الله رح أشرحهم وأبسط لك ياهن وأحاول وخليك تحفظهم هسا عزيز الطالب في هذا الدرس لو تلاحظ إن الصفحتين يعتبر لسن 8 الدرس الثامن لليونت 7 للوحدة السابعة اللي يكونن بعنوان 2 أفريكان كونتريز اللي معناها بلدين أفريقيين اللي هما ليبيا والسودان رح نجي المل التمرين الأول يقول فايم جيد وانترايت واكتب ذي أنسز الأجوبة توذي كوستينز للأسئلة أباوت بشين ليبيا ليبيا انت سودان الليبيا والسودان رح نجي الأول وحدة وحدة معناها أي قطر أكبر محتملا يخلي لك تفراغ سلاشي هنا ويخيرك بين الليبيا والسودان طبعا انت جوابك رح يكون السودان السودان ثالث أكبر بلد في أفريقيا فالسودان الصفة الملازمة إلى هنا بيك إذا شفت كلمة بيك ومخيرك بين الليبيا والسودان يكون عزيز الطالب جوابك السودان رح نجي للسؤال الثاني which one أي واحد من عدهن has لدي the fewest people أقل عدد سكاني والجواب عزيز الطالب ليبيا لديها أقل عدد سكاني نجي 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 كس fewest people ليبيا سودان نجي لثلاثة what do they have in common يعني ماذا هم ليبيا والسودان لديهم مشترك شنو الشيء المشترك عندهم طبعا عزيز الطالب تقدر تقول they both speak Arabic Arabic يعني كلا البلدين ليبيا والسودان they كلا كلا هما speak يتحدثون Arabic اللغة العربية أو أكو جواب آخر they are هما both كلاهما كل القطرين البلدين in Africa في Africa لاحظ عزيز الطالب هذا صح هذا صح اللي عجبك أنت عزيزي زين شون ممكن يجيب الامتحان مثلا نجيلك what do what do ليبيا and سودان having coming مكان ما ذي يسمي لك ياهن ليبيا والسودان فأنت تعرف فرح تقدر تقول they both speak Arabic كلاهما يتحدثون اللغة العربية أو تقدر تقول they are both in Africa كلاهما وين في أفريقيا رح رح نجانياك للنار والشرار والمهم جدا جدا اللي هو التمرين الثاني اللي يقلك ناو الآن read أقرأ the text النصوص طبعا أنت لازم تشوف الدرس هناك وياه بكتاب الملون حتى من تجي لهنا المعلومة تطبع بعد ما تطلع عبد بس بالامتحان تكتبه أما إذا تجي مباشرة تحل هاي أيضا نتحصل يعني أنا أشرح بكل الحالتين هناك وين الشرح إن شاء الله جميل ولطيف ويليق بكم لكن من تأخذ منك معلومة ومنا معلومة إن شاء الله رح يتم عندك وصير بطل وإنت بطل وإنت بطلة إن شاء الله يقولنا والآن read the text أقرأ النصوص and mark mark معناها علم ضع علامة the sentences للجمل T إذا كان true وإذا كان الفولز رح نيجي أول بداية نتحدث عن ليبيا نيجي نقرأ أول شي ليبيا is mostly desert معظم ليبيا شنو صحراء معظم ليبيا صحراء الجواب هنا عزيز الطالب ترو فعلا حسب النص اللي قرينا آني ياك قل لي معظم ليبيا شنو desert صحراء نيجي المن نيجي للثانية وانتبه عدي فكرة وياك هنا يقول it's always إنها دائما very hot there إنها دائما حارة جدا هنا والجواب شنو false ليش لأن يقول لك بوحدة من الجمل كوايت cold نوعا ما in the mountain area في المناطق الجبلية in ونسا في فصل الشتاء لاحظ يعني مو دائما حارة تتعرف شنو دائما حارة يعني كل الفصول السنة حارة فهنا جواب شنو false هذا واحد الفكرة اللي يضام لك يا تدر شمسوا بالوزاري دامج هاي النقطة الليبيا is most desert اوكي معظم الليبيا شنو صحراء and always very hot ودائما حارة يلا true low false اكيد جوابك false اول شق ايو اول شق ماشي صح لكن الشق الثاني هو اللي خرب علينا وخلانا نكتب false فشوية ركزوا يا نجي للسي السي واضحة وسهلة ولازم false عزيزي فلس زين استاذ سوف النهي شيني غير نعرف قبل التكتب false ايلان ما يصير اوكي there is no agriculture يقول هنا ليس شوف no معناها ليس هنا لك agriculture زراعة يعني ليس هنا لك زراعة شون اكو ولد ما بي زراعة فلازم موجودة زراعة لازم الزراعة حتى أفضل من النفط بالنسبة ليا لأن الزراعة لا تخلص كنز لا يفنى ولا ينتهي أبد فالزراعة جدا مهمة الدول التي تفتهم تعتمد على الزراعة فهذا الشي مهم فهنا شي يقول no agriculture في ليبيا أكيد لذلك قبل خليت نجي لدي الليبيا تنتج أويل النفط والجواب true فعلا الليبيا المنتج الأساسي لها هو الأويل بعد لبيتس ماغنا لبيتس ماغنا هذه مدينة تأريخية بنية أو كانت موجودة قبل 2600 سنة شيء يقول لي مدينة يعني مدينة معاصرة أكيد 100% وانتبه لها أيضا مرة جاية بالامتحان الوزاري انتبه لها عزيزي الطالب هذي شون عندنا منتج عبابل أوكي الآثار اللي عندنا الآثار خموم مدينة معاصرة أكيد مدينة 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 شنوى قديمة جدا تأريخية فهذا السودان لديها خط ساحلي على مدينة ساحلي شون حتى هذا قبل فولز الجاب المدينة البحر المتوسط على السودان البحر المتوسط خط ساحلي على ليبيا على ليبيا خمع السودان إذن جواب فولز زين السودان مو قلت أنت خط ساحلي مع بحر إي بطل اللي هو البحر الأحمر نجي المن نجي للجي العاصمة عاصمة السودان من كاتوم الخرطوم الجواب لا سيكون true وإذن وإذا تريب طرابلس أكيد فوز أو انتبه طرابلس الليبيا أما كاتوم يلخر توم المن للسودان ولذلك قبل كتبت لترو نجي المن للأتش إنها تحصل على معظم مياهها المياه اللي عندها من النيل الأزرق والجواب عزيز الطالب بدون تفكير ليش لأن هو يقول بالكتاب معظم أو مصادر المياه الأساسية والرئيسية هم البلو نايل والويت نايل ما يصير يجيب لبس واحد لازم يجي ثني واضح الفكرة لذلك هسه ولين جايب لبس بلو نايل كتبت لفول أما إذا ثني مثلا ويت نايل ويا أقل لا صح ترو لأن ذني أساسيات هن شون إحنا بالعراق معتمدين على الدجلة والفرات هم مهم كذلك نجي من للأي الأخيرة إنها تنتج كوتن اللي هو القطن شوغا السكر والصمغ العربي والجواب ترو وتنتبه لأن مرة قائلهم السودان ينتج كوتن القطن فراغ وانتبه ممكن تجي أسئلة ممكن مثلا سألك ما هي عاصمة ليبيا لازم تقلي لازم تقلي تريبلي اللي هي طرابلس انتبه عزيزي ممكن يجي نفراغ ممكن يجي نأسئلة افهم النصوص اللي هناك الثانية وتعال حل هذاني وركز وكل شي إن شاء الله سهل بعد لو لاحظت إنه بالتمرين الثاني كان عندي كم نقطة تقريب خمس نقاط خاطئة المطلوب مني هنا اصحح فلو تلاحظ يقول وراح نبدأ بأول وحدة اللي هي بي يقول هناك شان عندي يقول يعني إنها كانت جدا حارة هناك زين التصحيح مالتها ات كان قد او 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 يمكن ان تصبح كوايد كولد نوعا ما باردة في المناطق الجبلية في فصل الشتاء لاحظ كولد بعض الاحيان تكون باردة يعني مو دائما حارة راح نجي للفكرة الثانية اللي يقلي لا يوجد هناك زراعة اللي هي يا نقطة عزيز الطالب تعتبر مهم في المناطق الشمالية الخاصبة الضيقة لاحظ عزيز الطالب اذا هذا تصحيح السي زيان اقل لك ستاد هم ينطينا جملة فوز ويقل تعال كوركت لا ما يقل لك صحح الجملة ابدا بس ها يقل لك يجيب لك يقل لك تصحيح تعتبر مدينة قديمة جدا ومهمة بنيت قبل او كانت موجودة قبل 2600 عام قبل 2600 عام وينجي ترول اكيد ترول هذني كل هذني ثلاث نقاط على ليبيا راح ننتقل على يمن على السودان السودان بهاي النقطة يقول السودان لديه خط ساحلي على البحر المتوسط طبعا خط يقول السودان لا لديه ليس لديها مدتراني كوست اللي هو خط ساحلي على البحر المتوسط لكن تحتوي ساحلي على البحر الأحمر نيجي الآخر عزيز الطالب اللي هي الاتش الاتش يقول يقول ان البلونايل اللي هو نيل الأزرق هو الموست يعني تحصل السودان على معظم مياها من النيل الأزرق التصحيح تصحيح مصدر مصدر الواتر ان مصدرها شوف مصدرها الأساسي والرئيسي للمياه هو بلونايل النيل الأزرق والنيل الأبيض هذن اثنين هن المصدر الأساسي والرئيسي للمياه في السودان هذا عزيز الطالب بالنسبة لشرح وتفصيل صفحة 116 راح ننتقل الانياك على صفحة 117 التي تحتوي على انشاءك انشاء الوحدة السابعة لو تلاحظ عزيز الطالب هنا هذا الاكسرسايز الرابع راح احلك والمعلومات اللي راح استخدم هنا اخليهن وين بانشاءك ولازم هذا شيء لو تلاحظ يقول لك think of فكر be a country a beled you know انت تعرفه طبعا انا ما كتبت لك عن بلد غريب كتبت لك عن العراق يقول لك do some research سوينا بعض البحوث and make some notes وسوينا بعض او اعملنا بعض الملاحظات about the country عن البلد اول شيء name of country اسم البلد وكان اسم البلد طبعا انا كتبت لك عن العراق ليش حتى يصير انشاءك مألوف وتعرفه وتقدر تحفظه بسهولة وهو بالامتحان يقول لك write about a country اكتب لي عن بلد والعراق اش يعتبر يعتبر بلد بعد زين استاذ هم يطيني اسم قطر مثلا يقول لك اكتب لي عن اليابان لا يقول لك اكتب عن بلد اتا تختار وراح تشوف انشاءات انا فيما سبق في الدروس السابقة كاتب عن اليابان لاحظ لكن من شفت هاي المعلومات اللي هو الحجب يعني يريد من عندي اسم القطر يريد من عندي التعداد السكاني مثلا العراق اكتب من 46 مليون لازم اضمنها العملة العملة العراقي 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 لكن هناك يختلف في اليابان بعد اللغة اللغة هنا Arabic and Kurdish اللغة العربية والكردية الكابيتال سيتي اللي هي العاصمة مالتنا الحبيبة باكداد اللي انا حبها هواي هواي بعد اللوكيشن موقعة جغرافي لو تلاحظ وستن ايجيا اللي هو شنوه غرب آسيا وستن ايجيا اللي هو غرب آسيا بعد جيوغرافي اللي هو جغرافيته حدودة جغرافية لو تلاحظ بودد باي سيكس كونتريز يعني يحيط به ستة بلدان الكلايمت اللي هو المناخ مالت شون كان لو تلاحظ لونغ هوت سامرز يعني شون نقول فصول صيف حار وطويلة وفصول شتاء معتدلة بعد اندوستري اللي معناه الصناعة مالت لو تلاحظ عزيز الطالب اللي هو انتاج النفط بعد اللي هي الوجهات او المقصد للسياح وين يرحون اكيد اكو مواقع تاريخية بالاضافة الى المقدسات اللي موجودة بي فاني كتبت بس اللي هي المواقع التاريخية شوف هاي المعلومات يقل لك هنا يوز شوف هسا الانشاء راح نكتم يوز اكتب ملاحظاتك من التمرين الثالث لكي تكتب مقطوعة انشائية شوف عزيز الطالب هاي المعلومات اللي فوق لازم تضمنها يعني اذا رحت شفت انشائك صير وحفظته مو صحيح ما تحصل الدرجة الكاملة هسا شبقى عندي بقى عندي لو تلاحظ عزيز الطالب هنا كتبتلك انشائك انشاء الوحدة السابعة اللي يتحدث لك عن منه عن بلد واول شغلة عزيز الطالب اتا لازم تعرفها منطوق الانشاء واني خليتها بخط كبير حتى تركز وياي يقل لك write اكتب a paragraph about a country لاحظينا country بلد لا على التعيين اي بلد التحافظ عنه طبعا انا كتبتلك مثل ما قلتلك عن اراك عن العراق العنوان هسا نبدل حل هسا اول شي التلازم تميز منطوق الانشاء حتى تميز انشاء الوحدة الاولى عن انشاء الوحدة الثانية والى اخره هذا واحد هسا عرفت من خلال من خلمة خوش خوش من خلال كلمة country من خلال كلمة بلد المطلوب من عندك انشاء الوحدة السادسة عن بلد لطيف بعدها عزيز الطالب تبدي تكتب انا عن شنو كاتب لك عن اراك عن العراق زي ان اقلك ساذ انا حافظ عن اليابان حافظ عن كوريا حافظ اي انشاء بكيفك انا ما علاقة لكن هذا انا انشائي اللي اكتب لكم طلابي اللي موجودين هنا على اليوتيوب او في المدارس نجي انا المن هس نجي الانشان انشان هذا مطويل جميل ولطيف وسهل صح المعلومات اللي فوق هواية لكن لو شوف انا شون رتبت هن و سويت هن ري فريز عادة ترتيب وعادة صياغة ويعني سويت لك اختصار به اش قد ما تصوى يقول العراق هو بلد في غرب آسيا لاحظ عزيز الطالب العراق هو بلد في غرب آسيا هاي اول فكرة هتش تحفظوا يا افكار لا تجي تحفظ هتش بس بس صور بدون ترجمة وبدون معنى ترى تنساه احفظ افكار اول فكرة انه العراق هو بلد في غرب آسيا هاي اول شي تجي الكلمة وستن اللي هي غرب آسيا غرب بس كلمة طلحها على صفحة واكتبها بعدها نجي اتهاز انه يحتوي مو ذا اكثر من 46 مليون بيبول انه يحتوي على اكثر من 46 مليون من الناس هاذا الفكرة الثانية تعداد السكان بعد بغداد اللي هي بغداد is the capital city اللي هي capital city يعني شنو يعني العاصمة لاحظ بغداد is the capital city اللي هي العاصمة او تقدر تقول تريد الضيب بعد فكرة حلوة تقول بغداد is the capital of Iraq capital العاصمة من هو العراق يعني مكان ما سيتي تكتب تكتب of Iraq وانتبه العنوان لازم تكتب اسم القطر فوق البلد بعد Arabic اللغة العربية and Kurdish واللغة الكردية are هي the official languages اللغات الرسمية لغات الرسمية مو بس العربية العراق العربية والكردية ذن يعتبر لغات رسمية تجي كلمة languages قسمها قسميا languages 1 1 1 أما كلمة official هم قسمها الكلمة الطويلة قسمها بعد Iraq العراق is hot حار in summer في فصل الصيف and و mild معتدل in the winter في فصل الشتاء لاحظ هالسحار في فصل الصيف و معتدل في فصل الشتاء وكل الكلمات حلوات متكررات عليك في السنوات السابقة بعد it has انه يحتوي long history تاريخ طويل وعريض وافكار بتاريخ العراق كل الناس تحتي به بعد and many والعديد many interesting all the places أماكن 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 قديمة ممتعة آثار بابيل مقدسات وآخر لزيارتها لاحظ كل شي مخلي لك the iraqi dinar dinar اللي هو الدينار العراقي is the official currency اللي هو العملة الرسمية وتقدر توخر كلمة official مباشرة تقول the currency العملة بس official تكررت هنا وتكررت هنا بعد المنتج الأساسي والرئيسي إلي is oil هو النفط the main product المنتج الرئيسي والأساسي إلي is oil بقى تقدر تقول iraqi is boarded هاي تقدر تضيف وتقدر تستكفي لحد لنا بكيف لحد لنا كافي تقدر تقول it's boarded by six countries يعني إنه يحيط بحدود بستة بلدان تقدر تضيف هنا عزيز الطالب وتقدر تستكفي لنا معلومات كافية ووافية وكثيرة وجميلة وإنشاء حلو ويخبر درجة كاملة إن شاء الله لحد هنا قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته